اصدرت فعاليات ثورية ومدنية في حلب اليوم السبت بيانا يدين قصف حي الفرقان والسكن الجامعي في مدينة حلب متهمة النظام بارتكاب هذه الجريمة النكرى حسب وصف البيان كما قال البيان ان قوات النظام تهدف من هذا العمل لتغضي على مجازرها في مناطق سيطرة الثوار وعملياتها لقطع طريق الكاستيلة وحصار اكثر من اربعمائة الف مدني اضاف البيان ان شهودا من داخل مناطق النظام اكدوا انه من يمتلك منصات لاطلاق الصواريخ التي استهدفت حي الفرقان وهو من اطلقها من اماكن معروفة الامر الذي تكرر مرعا ان قوات الاسد لا تتورع عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري سواء الذي يرزح تحت استبداده او المقيم في المناطق المحررة لتضليل الرأي العام الدولي وتحقيق غايته الاجرامية وندعو منظمات الحقوق العالمية والوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة للتحقيق في هذه المجازر في الموضوع النظام سبت اثناء هالخمس سنواتها انه متاجرته بالارواح ما عنده اي مشكلة متاجرة بالارواح بالمدنيين بالعسكريين حتى التابعين له مقابل انه يسوق للفكرة اللي هو عبد عمله النظام يقوم بعمليات قتل ممنهجة اضافة للمناطق المحررة قام يوم البارحة بقصف المناطق التي تخضع لسيطرته من اجل ايهام الناس وايهام العالم ان الثوار يقومون بقصف المدنيين فاجتمعنا اليوم في مجلس مدينة حلب بعدد من الفعاليات المدنية والفعاليات الثورية لنستنكر هذا العمل الاجرامي الذي يقوم به النظام ضد اهلنا في المناطق الخاطعة لسيطرته والاطلاع اكثر على تفاصيل بيان واهداف القائمين عليه ينضب الينا السيد محمد معاذ ابو صالح مدير المكتب السياسي في مجلس المحافظة الحرة مرحبا بك يا سيد معاذ كيف تأكدتم من مسئولية قوات النظام عن قصف مناطق الفرقان والسكن الجامعي مساء امس هل تعتقد ان اي من المنظمات الحقوقية الدولية يمكن ان تفتح تحقيقا حول المسئولية عن المجزرة وماذا عن باقي المجازر المرتكبة اهلا وسهلا بكم وشكرا لقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة اول امر تعزيتنا للاخوة الشهداء في مناطق النظام ومناطقنا نحن كل المواطنين السوريين هم اهلنا نرى ان الذين قدر لهم ان يكونوا في مناطق النظام من المستضعفين هم اسرى في تلك المناطق الذي اكد لنا هذا الامر عدة امور اولها الشهادات من الناس الذين اصبحت لهم خبرة في منصات الصواريخ التي يطلقها النظام لكن اهم في الامر اخي الصواريخ سميرتش العنقودية التي اطلقها النظام هي صواريخ روسية لا تمتلكها المعارضة مطلقا وهذه الصواريخ التي ارسلت لنا صورها تأكدنا من خلالها ان هذه الالعوبة هي التي يكررها النظام يوم فعلها في طرطوس وجبلة واليوم يفعلها مع ابناء الفرقان وذلك لتغطية جرائمه التي هيئ لها من خلال اعلانه بالهدنة ثم محاولته تبقي الخناق عن مدينة حلب ومحاصرتها من خلال طريق الكاستيلو طيب هل يعتبر موقف الفعاليات الموقع على بيان الادانة معبرا عن موقف عام للمواطنين والمؤسسات في مناطق سيطرة الثوار في حلب لا شك في ذلك اخي هذه الفعاليات في اصلها هي لب المجتمع سواء كانت المدنية وسواء كانت الخدمية والاغاثية والطبية كلها اشتركت في ادانة هذا العمل الاجرامي الذي ترافق مع شهر من العذاب الذي عاناه اهل حلب من خلال القصف المتكرر في يوم واحد تسعة وعشرين طائرة روسية تقصف مدينة حلب هذه الالام التي عاشها الاطفالنا في ايام العيد كلها يتحملها هذا النظام المجرم طيب هل تعتقد ان ايام من المنظمات الحقوقية الدولية يمكن ان تفتح تحقيقا حول المسئولية عن المجزرة ارى ان المنظمات الحقوقية ربما هي تعمل ضمن المزاجية الدولية لكن هذه الجرائم يفتح فيها التحقيق من خلال ضغطنا الاعلامي والضغط الشعبي وتهيج البرلمانات العالمية على حقيقة ما يجري هذه ربما تكون اوراق حقيقية للضغط على المجتمعات الدولية والمنظمات الدولية الانسانية لفتح هذه التحقيقات والاسراع فيها نعم شكرا لك محمد معاذ ابو صالح مدير المكتب السياسي في مجلس محافظة حلم الحرة